اشتركوا في القناة اذا ما ذكر الحب ذكر اشعار وعبيات قيس وليلة الذي قال اني تبت اليك يا رحمن من كل دنب اما عن هوى ليلة فاني لا اتوب تبت اليك يا رحمن من كل دنب اما عن هوى ليلة فاني لا اتوب علمونا اياه في اللغة العربية وعلمونا ذلك ونحن صغار في المدارس تلك القصائد حتى بات الواحد منا لا يحفظ الا قصائد قيس وليلة هل هذا الحب تعالوا بنا اليوم لنسرد اعظم قصة ذكرها التاريخ ما عرف الادباء ما عرف العلماء ما سجل التاريخ قصة حب كقصة هذه الحب تعالوا بنا لنسرد هذه القصة حتى تعرف اين هو الحب الحقيقي هل هذا الحب الذي تربين عليه ونحن صغار عن قصة حب لامرأة كانت تارية غنية مقتدرة ماديا ذات حسب ونسب تتقدم بنفسها لخطبة رجل تتقدم بنفسها لخطبة رجل ترسل هذه المرأة احدى صاحباتها الى من الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد ماذا تريد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مثل هذا قبل بعتة النبي صلى الله عليه وسلم فتقدمت هي بنفسها لخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها من إنها من إنها خديجة وما أدراكم ما خديجة فتقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمسة وعشرين سنة وهي بنت من وهي بنت أربعين سنة هو ابن خمسة وعشرين سنة وخديجة بنت أربعين سنة رضي الله عنها لما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد النبي إلى بيته يرتجف ويرتعش وهو ينادي زمنوني زمنوني دتروني دتروني أحبتي لما جاء الوحي إلى رسول الله وأصبح يرتجف ويرتعش إلى أين كان ملاده إلى أين فر رسول الله على باب من وقفه ويقول زمنوني زمنوني دتروني دتروني جاء إلى خديجة حتى تعلم أن هذه أعظم قصة حب في التاريخ فماذا صنعت خديجة؟ قالت ماذا كان؟ يا محمد قال جاءني كده وكده وحدتها بالقصة انظروا ماذا قالت له انظروا إلى الحب انظروا إلى الوفاء انظروا إلى الإخلاص قالت والله لن يخزيك الله أبدا وكانت أول من آمنت برسول الله من النساء أول ما آمنت به من النساء خديجة إنني أرسل هذه القصة للرجال حتى يتعلموا الوفاء مع أزواجهم وإني أرسل هذه القصة للنساء حتى يتعلمنا كيف التضحية مع الرجال إذا وقع الحب في القلوب والله لن يخزيك الله أبدا بل أخذت بيد رسول الله إلى أي أخذت بيد رسول الله إلى ابن عمه ورقة ابن نوفا وبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشره ورقة أنه سيكون نبيا النبي رفض أن يتزوج على خديجة وهي حية لم يتزوج النبي على خديجة وهي حية وفاء لخديجة رضي الله عنها حتى ماذا قال قال إنني رزقت حب خديجة سمى حبه لزوجته لخديجة بأنه رزق من الله هذه قصص الحب التي لا بد أن تتلى ليس الغرام الذي نسمعه ليس الغزل الذي نسمعه بل والله إنه ليس هذا الحب الذي وقع اليوم في زماننا حب المظاهر حب المظاهر وحب المال حتى كل يوم ماذا كل يوم؟ بل سرت والله كل ساعة وكل دقيقة تسمع عن حالات الطلاق فلان طلق فلان وفلان عادت مطلق من عند فلان تعالوا وتعلموا بعدما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعاد بجيشه فاتحاً أمام قادة قريش وإذا بامرأة عجوز تقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فجاءها النبي يجري يركض النبي إليها ركضاً فخلع النبي رداه وفرشه لهذه المرأة العجوز وأجلسها عليه ثم جلس يتحدث معها فنظرت عائشة لما انتهى قالت يا رسول الله من المرأة التي جلست معها؟ قال إنها صاحبة خديجة قال إنها صاحبة خديجة قال وماذا أصررت لها؟ يعني ماذا قلت لها؟ قال يا عائشة لقد تذكرنا أيام خديجة كنا نتكلم عن أيام خديجة حينها غارت أم المؤمنين غارت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله خديجة خديجة أو ما لك غير خديجة؟ عجوز من عجائز قريش قد أبدلك الله خيرا منها لكن انظروا انظروا إلى الوفاء اليوم الرجل لا يكون وفياً مع زوجته وهي حية فما بالك لو ماتت؟ لا يكون مخلصاً مع زوجته وهي على قيد الحياة فما بالك لو ماتت؟ فغضب النبي حتى قالت عائشة والله والله دعوت الله أن يطفئ الغضب من وجه رسول الله حتى لا أتكلم معه عن خديجة بعد اليوم أنا فقط أنتظر الغضب يطفأ ووالله لن أذكر له خديجة بعد اليوم قال يا عائشة والله 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 ما أبدلني الله خيرا من خديجة خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة زينم هي البنت الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل إليها أبي العاص ابن الربيع ويطلب من النبي أن يتقدم إليها كي يتزوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أستأدنها فإن أدنت أزوجك إياها اسمع النبي يقول أستأدنها لا يريد النبي أن يجبر ابنته على الزواج اليوم كم من النساء تصل إلى مرحلة العنوسة بسبب كبر الوالد بسبب كبر الوالد لن تتزوجي إلا ابن عمك لا يجوز لك شرعا أن تجبر ابنتك على الزواج ممن لا تطيق لا يجوز لك شرعا أن تجبر ابنتك على الزواج مما لا تحب فإن كانت لا تحب ابن عمها لا يجوز لك أن تجبرها إن كانت لا تحب هذا الشباب هذا الشاب لا يجوز لك أن تبقيها في البيت مسكينة حتى يتقدم إليها الخطاب واحدا تلو الواحد واحدا تلو الواحد وأنت لا تريد إلا ابن خالها لا تريد إلا ابن عمها لا يجوز لك لا يجوز لك إلا إذا رأيت أن في زواجها من ذلك الرجل ضررا في دينها ضررا في عقيدتها فيحق لك أن تتدخل أما أن يأتي شاب ما معهما لأنه صاحب دين لكن ليس معه مال وتجبر ابنتك على أن لا تتزوجه لا يجوز لك يأتي رجل فاصق يشرب الخمر وابنتك تريد الزواج منه يحق لك أن تقف كولي عمرها أن تمنعها لكن أن يأتي لها شاب مسكين صالح شاب يريد العفاف يريد الزواج والله لأنه ليس ابن قبيلتنا ولأنه ليس من حسبنا ليس من نسبنا نحن أصحاب مال وفجارات وعقارات وهذا رجل مسكين وهي تريده لا يجيز لك أن تجبرها على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أستأذنها فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينم قال إن أبو العاص يريد الزواج يريد الزواج منك فلم تجب لكنها ضحكت وحمر وجهها وكان سكوت المرأة يومها رضا أنها تريد الزواج فتزوجت لكن كم من الناس من يتزوجون لكن القضية ليست في الزواج القضية هي ما بعد الزواج حينما تبدأ الفتن وتبدأ الاختبارات وتبدأ المشاكل أما عن الزواج فكل الرجال يريدون الزواج لكن ليس كل الرجال أوفياء كل النساء يريدون الزواج ولكن ليس كل النساء يضحن من أجل أزواجهن الآن بدأت مرحلة صعبة تزوجها فبدأت مرحلة صعبة بعت النبي زواج زينب من أبي العاص كان قبل بعت النبي الآن بعت النبي فدخل أبي العاص على زينب فقالت له يا أب العاص إن الله قد بعت أبي نبي إن الله قد بعت أبي نبي وأنا لا أكذب أبي أبدا فقال لها هل عضرتيني؟ قالت بما يعدرك يا أبي العاص قال أخشى أنني إذا أسلمت قال عني أهل قريش أنني أسلمت من أجل زوجتي فهو مرضه قال أخشى أن يقال غير دينه من أجل زوجته فهل عضرتيني؟ قالت اسمع إلى المرأة التي ضحت لكنها تريد أن تضحي لأمر ستعرفه قالت يا أب العاص وإن لم أعدرك أنا فمن سيعدرك؟ يا أب العاص إن لم أعدرك أنا فمن سيعدرك؟ الآن بعدها رفض أن يسلم قالت له هل لك أن تسلم؟ قال لا أريد أن أسلم جاء الآن موعد الهجرة اختبار تاني بعد بعتة النبي وهو الهجرة فذهب زينب إلى رسول الله وأذنت أن تبقى مع زوجها في فترة الهجرة ثم اختبار تالت جاء بعد ذلك غزة بدر وإذا أب العاص يقف في مواجهة مع جيش قريش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم أي اختبار هذا؟ تزوجها قبل الإسلام جاء الإسلام جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدين جديد طمس كل الجاهلية قبل ذلك والآن هو في معركة لواجه النبي ولم يسلم بعد وإذا بزينب تبكي وإذا بزينب تبكي وتقول اللهم إني أخشى أن أفقد أبي أو أن ييتم ولدي ثم رفعت يديها إلى السماء ثم قالت اللهم انصر أبي واحفظ زوجي اللهم انصر أبي واحفظ زوجي وإذا بعدما تنتهي المعركة وإذا بأبي العاص يؤسر عند رسول الله أي اختبارات هذه؟ أي مهل؟ هذا الذي يطلق زوجته لأجل أمال هذا الذي يطلق زوجته لأجل الدنيا هذا الذي يطلق زوجته من أجل قريبته هذا الذي يخون زوجته هذا الذي عفه الله عن الحرام لكنه يذهب إلى المواقع ويذهب ليتعرف على هذه وعلى ذل يخونها وهي على دمته يخونها وهو على دمته أسر زوجها عند رسول الله ماذا صنعت؟ قالت كافر قالت أتركه وإذا بها تبحث عن شيء لتفتدي به أبي العاص وكان معروف يومها قبل أن تأتي النصوص بعد ذلك أنهم كانوا يفتدوا الأسراء أي أنهم كانوا يضعوا شيئا يدفعوا شيئا فيفتدوا به الأسراء فأرادت الآن زينب أن تفتدي بزوجها أبي العاص فأرادت أن تبحث وأن تبحث فما وجدت إلا عقد قديم لخديجة كانت خديجة قد أهدته لمن؟ لزينب فأخذت العقد وأرسلته إلى رسول الله لتفتدي أبي العاص الآن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ليفتدي الأسراء فيمر عليه فداء رجل ثم فداء رجل فلما مر عليه العقد نضر إليه وقال والله إن هذا عقد خديجة أعرفه والله هذا عقد خديجة أنا أعرفه من الذي أرسله؟ قالوا أرسلته زينب أرسلته زينب لتفتدي بأبي العاص فطلب النبي من الصحابة أن يفدوه فأطلقوا صراحه فأطلقوا صراحه ثم أخذ النبي العقد وهو ينظر إليه وهو يعيد ذكريات خديجة أرسله مع أحد الصحابة وقال له أعطه لزينب وقل لها إن أباكي يقول لك لا تفرطي بعقد خديجة إن أباكي يقول لك لا تفرطي بعقد خديجة بعدها جاءت النصوص لرسول الله وهنا الاختبار الأعظم أن يفرق بين المسلم والكافر قبلها كان يحق للمسلم أن تتزوج كافر إلى بعد غزوة بدر انتهى الأمر إذن لابد أن يفرق وإذا كان الأمر من الله فلابد أن يطبق في بيت النبي قبل البيوت التي بعدها حتى ولو كان زوجه البنت الكبرى لرسول الله قال يا أبا العاص إني أريد أن أحادثك قال يا أبا العاص إن الله قد أمرني أن أفرق بين المسلم والكافر فهل لا رددت علي ابنتي رد علي ابنتي قال أردها لك فعاد أبا العاص إلى زينب قال يا زينب أريد منك الرحيل إلى بيت والدك رسول الله قالت وما داك يا أبا العاص قال يا زينب إن الله قد أمر نبيك أن يفرق بين المسلمات والكافر فقالت له يا أبا العاص هل لا أسلمت ما زالت تحاول معه تخيل معي عشرين سنة صابرة صابرة على أمل أن يسلم عشرين سنة صابرة مع كافر على أمل أن يسلم أبا العاص حتى لما نزل النص الصريح أن يفرق بين المسلم والكافر ما زالت تحاول لعلها محاولة أخيرة قال يا أبا العاص هل لا أسلم قال لها لا أسلم فعادت فعادت إلى بيت والدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انقضع الأمر تخيل معي أنها بقيت ست سنوات يتقدم لخطبتها وجهاء الصحابة وهي ترفض على أمل أن أبا العاص يوما سيسلم ويعود تخيل معي وجهاء الصحابة يريدون خطبتها وهي تقول لا على أمل أنه قد يعود يوما ويسلم تمر الأيام تلو الأيام وإذا بأب العاص يعود إلى النبي فجرا ويدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله ثم قال يا رسول الله هل لا رددت إلي يا زينب هل لا رددت إلي يا زينب اقرأوا عن قصص الحب ما شئتم لن تجدوا أعظم من قصص حب الصحابة لن تجدوا أعظم من قصص حب النبي لخديجة حدثوا أولادكم أن هذا الحب لا تعلموهم حب اليوم لا تعلموهم حب الجامعات لا تعلموهم حب الإنترنت لا تعلموهم حب الشوارع لا تعلموهم حب المقاهي علموهم أن هذا الحب الحلال هو الذي يدوم هذا هو الحب الذي لا يدوم إذا أردتم أن تقرأوا على أبنائكم قصص الحب والغرام فاقرأوا عليهم قصص هؤلاء العظماء ست سنوات ترفض أن يتقدم إليها الصحابة ليتزوجوها وهم صحابة وهي تنتظر كافراً يسلم ليعود إليها أي حب هذا؟ أي حب هذا؟ فعادت زينب زوجة إلى أبي العاص لكنها بعد ذلك لكنها بعد ذلك ماتت فبكى يومها أبي العاص بكاء شديد فمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيد أبي العاص ثم قال أبي العاص يا رسول الله والله إني لا أطيق الحياة بعد زينب والله إني لا أطيق الحياة بعد زينب اسألوا من فتشوا وظفروا بذات الدين فتشوا واسألوا من تزوجوا بزوجة صالحة ثم ماتت هذه الزوجة والله إنهم لا يطيقون البقاء في الدنيا لا يطيقون البقاء في الدنيا بعد رحيل أزواجهم واليوم بعض الشباب وبعض من يتزوج لأنه بعد عن الدين وأراد الجمال بعد عن الدين وأراد الحسب لا يطيق الحياة مع زوجته في الدنيا لا يطيق الحياة بجوارها في الدنيا أما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع مالها وجمالها وحسبها ونسبها ودينها فاضفر بذات الدين تربت يدك تخيل معي أن رسول الله استخدم أعظم تعبير في اللغة العربية قال فاضفر أي من الضفر كالذي يريد أن ينحت في الصخر كالذي يريد أن ينحت في الصخر فهذه وصية أختم بها للمقبلين على الزواج ولمن أرادوا أو من يعتقدون أن الزواج يأتي عبر القصائد وعبر الغزل وعبر الحب وعبر الغرام وعبر الإنترات كدبوا عليك والله كدبوا عليك والله خدعوك فقالوا والله إن الزواج لا يأتي إلا حينما يكون زواج مواقف زواج مواقف كما موقف رسول الله وكما مواقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية إلى الشباب اضفروا بذات الدين حتى لا تندموا في الدنيا وفي الآخرة ووصية إلى الآباء حنانيكم 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 كما تبحثوا لأبنائكم عن زوجات صالحات ابحثوا لبناتكم عن أزواج صالحين الواحد مننا إذا أراد أن يزوج ولده ماذا يقول يصنع المستحيل ويقلب الدنيا رأسا على عقب لأنه يريد زوجة صالحة لولده لكن إذا كان الأمر يتعلق ببنته الأصل والله أن تبرز الجهد الأكبر في أن تبحث لابنتك أكثر مما تبحث لولده أكثر مما تبحث لولده فعند أتاك شاب صالح أمرك النبي فاضفر بذات الدين تربت يدك ما زال ما زال الناس حتى اليوم ولا أقول كل الناس لأننا وصلنا إلى درجة من الوعي كبيرة والشباب اليوم يدركون هذا الوعي وهذه التقافة التي غيروا فيها مجرى حياتهم ولكن ما زال بعض الشباب غارق في تيه وما زال حتى اليوم غارقا في شهواته وفي ضنونه ويأتي اليوم من رجال من؟ من رجال أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليحلون لنا عيدا جديدا ليحلون لنا عيدا أسموه بأنه عيد الحب ووالله إنه ليس له علاقة بالحب إذا كان النصارى وإذا كان المشركين يحتفلون بهذا اليوم إن كانوا بسموه يوم الزنا أو يوم إنقاذ الشرف فالمسميات في ذلك كثيرة والأحاديث والقصص التي وردت في ذلك كثيرة ولكن نحن نأخذها من باب الحكم فنحن لا نمترك إلا عيدين وما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن نحتكم بعيدين وهي أعيادنا نحن من نقول لا إله إلا الله محمد الرسول الله وهو عيد الفطر وعيد الأضحى لكن أحبتي هذا الحكم ولكن لعل سائلا يسأل وأختم لعل سائلا يسأل ما الحب هل هذا الحب الذي نراه في زماننا اليوم يسمى حب فالحب الحقيقي هو أن لا يأتي الشباب من النوافد من يأتي من النافدة هم الصارقون من يأتي إلى البيوت من النوافد هم الصارقون ولكن من يأتي البيوت من أبوابها هم الرجال الحب الحقيقي أين يكمن الحب الحقيقي يكمن عند الشاب علم أن طريق الحب هو طريق الحال وليس على الله محال ولو ضاق به الحال فعمل في النهار تحت أشعة الشمس الحارقة ليكون وفيا للحلال فأعانه الله الحب أي الحب خلف الشاشات الحب عبر الهواتف الحب أن تكون وفيا والوفاء لا يكون إلا أن تكون رجلا تحب لمن تريد كما تحب لأختك ولا بد أن تأتي الباب الذي تحب أن يأتي الناس لأختك منه لا بد أن تدق نفس الباب الذي تريد من الناس أن يدقوا الباب من أجل الزواج من أختك الحب عند من؟ الحب عند رجال فهموا معنى الحب وفهموا أنه لو طالت السرين فأنا لا أريد إلا الحلال تريد الوفاء في الحب تريد الإخلاص في الحب الوفاء والإخلاص هو أن تدق باب البيت وأن تعرق وأن تتعب حتى لو استمر العمر سنوات وسنوات لكن كن وفيا وكن مخلصا واعلم أنك إذا تركت باب الحرام سيعينك الله على الحلال سيعينك الله على الحلال فجزى الله من الشباب من سجلوا حضورهم في هذا اليوم جزى الله من سجلوا حضورهم في هذا اليوم وعلموا أن الحب هو ليس حب الشاشات وإنما هو الحب حب الرجال الذين علموا أن معنى الرجول أن آتي بمن أحبه زوجا وليس لاعبا بمشاعر النساء أن آتي بمن أحب زوجا وليس متلاعبا بمشاعر الفتيات على المواقع وعلى غيرها فعذرا نحن لا نمتلك إلا عيدين نحن لا نمتلك إلا فرحتين وإذا كان هناك فرحة ثالثة فهي تحرير فلسطين إن شاء الله